نجحت الفصائل المسلحة في بناء شبكة اقتصادية متشعبة تتغذى على النفط العراقي حيث تمتلك هذه الفصائل بعض الحقول النفطية في مناطق ذات غالبية سنية مستفيدة من شركات نقل وإمداد شحن تسيطر عليها في محافظة البصرة لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول أنابيب متفرعة على الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط والذي يمتد بين البصرة والناصرية تصل إلى مقرات الفصائل ولا أحد يجره على الاقتراب منها وذلك وفقا لنهر رواندزي نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان موضحا أن النفط الذي يمر عبر أنبوب البصرة إلى الناصرية تنخفض كمياته بدون سبب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي كشف عن معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدا تذهب لصالح مافيات وجهة نافذة متخصصة استعانت بشركات نفطية عالمية لنصب معدات التهريب وتضغط بغداد اليوم على كردستان لسحب يدها من إدارة النفط والغاز استجابة لقرار قضائي صادر في فبراير الماضي في حين ترفض حكومة الإقليم الامتثال لأمر المحكمة محتبرة أن قرارها ناتج عن ضغط سياسي وهو غير قانوني وقد دخلت مؤخرا الفصائل المقربة من إيران على خط الأزمة من خلال التهديد بالتصعيد ميدانيا ضد الإقليم في حال لم تتم الاستجابة لطلب المحكمة الاتحادية حيث يرى مراقبون أن دوافع تحرك الميليشيات مرتبطة بموقف إيران وبرغبة تلك الفصائل نفسها في الاستفادة من الثروة النفطية والغازية في الإقليم وأيضا لحرف الأنظار عن عمليات السرقة الممنهجة التي تمارسها بحق نفط العراق ترجمة نانسي قنقر